مباركات وترحيب انتقادات وتخوين داخليا ودوليا هكذا كان وقع مؤتمر الرياض على الكثير من الاطراف المرتبطة بالشأن السوري حيث رحبت الولايات المتحدة بنتائج المؤتمر الذي انبثق عنه وفد مفاوض يضم نحو 25 شخصا تحت اسم الهيئة العليا للتفاوض والذي انتهى باشتراط رحيل اسد مع بداية المرحلة الانتقالية مخرجات المؤتمر لقيت ترحيبا كبيرا من قبل معظم الفصائل المقاتلة على الارض السورية وعبر الجيش الحر بمعظم فصائله عن دعمه نتائج المؤتمر مبديا رضاه بالتمثيل الذي تجسد بمشاركة فصيلين كبيرين هما جيش الاسلام وحركة احرار الشام الى جانب ممثلين عن فصائل اخرى وعربت الفصائل ذاتها عن دعمها لثوابت الثورة في الحرية والخلاص من حكم الاستبداد بالطريقة الاقل تكلفة للشعب السوري وسجلت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا موقفا داعما للمؤتمر لكنها تحفظت على بضع نقاط حول نسب التمثيل واليات التعامل مع الاجهزة الامنية والعسكرية وكما هو متوقع فالرفض الروسي كان موجودا من خلال بيان للخارجية الروسية ادعت فيه ان مؤتمر الرياض لا يمثل كافة اطياف المعارضة معتبرة ان المجتمعين في الرياض احتكروا حق التحدث باسم المعارضة وبموقف حاد رفضت جبهة النصر المؤتمر ومخرجاته واعتبرته مؤامرة واصفة الفصائل العسكرية التي حضرته بالخيانة فلذلك هذه خيانة كبيرة جدا لدماء هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدماءهم والجميع دون استثناء ضحى بهذه الدماء لاجل ان تقام حكم اسلامي راشد بين هذا الشد والجذب السياسي يسقط عشرات المدنيين يوميا شهداء في مناطق مختلفة بفعل الالة العسكرية للنظام وحلفائه من الروس والايرانيين دون ان تأبها بعض الاطراف العسكرية والسياسية بارواح المدنيين الذين باتوا الحلقة الاضعف في ميادين الصراعات العسكرية والسياسية فهل سيكون لرفض بعض الاطراف نتائج المؤتمر تأثيرات على العملية السياسية والعسكرية دوليا على صعيد التدخل الروسي وتحكمه بقرارات النظام وداخليا على صعيد الفصائل العسكرية الثورية بما ينعكس على التحالفات الداخلية والاقليمية ربما هذا ما ستكشفه الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر